أصدرت وزارة المالية توضيحا بشأن التضخم وعلاقته بخفض قيمة العملة مؤكدة أنها غير مرتبطة بسعر صرف الدولار وقالت الوزارة في بيان المقتضب أن تضخم ظاهرة عالمية غير مرتبطة بخفض قيمة العملة فيما أشارت إلى أن بعض المستوردين والتجار استغلوا الأزمة وفرضوا أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مزيد من المكاسب وكان وزير المالية علي علاوي أوضح في بيان سابق أن خفض سعر صرف الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية لبنية الاقتصاد العراقي وحققت كثيرا من النتائج منذ ذلك الحين